تمكنت قوات حرص الحدود بالجيش الثاني الميداني وبالتعاون مع المهندسين العسكريين من اكتشاف وتدمير عشرة أنفاق جديدة برفح كما تم ضبط ستة أفراد وعربة نقل محملة بـ 1138 قاروسة سجائر مسرطنة وثلاث أجولة بداخلهم قطع غيار موتسيكلات وـ 1495 قاروسة سجائر مسرطنة كما تم ضبط سيارة ملاكي محملة بأنواع مختلفة من أجهزة البرمجة والدوائر المتكاملة وأجهزة اللحام تستخدم كدوائر نصف لاستهداف الكماء والنقاط الأمنية وسيارة ملاكي محملة بـ 12 قالب لجوهر الهيروين المخدر تزن حوالي 3 كيلو جرامات كما نجحت قوات حرص الحدود بالجيش الثالث الميداني في ضبط ناقلة عربات محملة بملابس عسكرية شبيهة بملابس الجيش الليبي بمنطقة طابة وتدمير 30 مزرعة لنبات الأفيون المخدر كما تمكنت قوات حرص الحدود بالمنطقة الغربية العسكرية وبالتنسيق مع القوات الجوية من تدمير أربع عربات تيوتا لاندو كروزر تستخدم في أعمال التهريب داخل بحر الرمال الأعظم على الحدود المصرية الليبية وضبط خمس عربات وخمسمائة وواحد وخمسين فردا أثناء محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية وضبط 7650 قاروس السجائر مسترطنة بمناطق السلوم وسيد براني وسيوة كما نجحت قوات حرص الحدود بالمنطقة الشمالية العسكرية في ضبط 6 عربات وعلى متنهم 318 فردا من جنسيات مختلفة أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير شرعية وفي المنطقة الجنوبية العسكرية تمكنت قوات حرص الحدود من ضبط 3 سيارات محملة بكمية من الأرز المدعم تزن حوالي 20 طنا بمنطقة الشلاتين وضبط 83 فردا أثناء محاولتهم التسلل خارج البلاد بمناطق أبي رماد والعوينات وأبي سنبل ومنفذ سهين وضبط فردين وعربتين تستخدم في أعمال التهريب على الحدود المصرية السودانية